بسم الله الرحمن الرحيم أخي الحبيب كيف تستمتع بحياتك بشكل كامل وبنفس الوقت ترضي الله تعالى الحقيقة كثير من الناس يظن أن الإسلام دين صعب التطبيق وأن الإسلام يقيدك وأن الإسلام يجعلك منعزلا منبوذا عن الناس يجعلك تعيسا أحيانا يقيدك لا لا يا أخي دعني أقرأ لك هذا الحديث المبشر حديث يعني والله يحتار الإنسان كيف يصف هذا الكنز النبوي الشريف الله سوف يسألك هل رضيت يعني أنا لا أتخيل كم هي رحمة الله كم هذا الإله محب لنا كم هذا الإله رحيم بنا استمع الحديث أولا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا والله هذا حديث يحتاج لوقفه أيها الأحبة يحتاج أن أتخيل أنا وأنتم هذا الإله العظيم سيسألني أنا هل رضيت طيب من أنا 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 أولا عبد الضعيف مكبل بالمعاصي والذنوب مكبل بحب الدنيا تشغلني هذه الدنيا عن الله مقصر في حق الله مقصر في حق الناس طيب أنا أستحق أن يسألني الله عز وجل يسألني هل رضيت يوم وأنا في الجنة بعد أن يكرمني أيضا لذلك هنا أهل الجنة يعني يقولون يا رب يعني طيب أي شيء أفضل من هذا يعني كيف كيف لا نرضى وأنت أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك أعطيتنا جنات عرضها السماوات والأرض والخطاب هنا يكون بينك وبين الله عز وجل بين الله وعباده يتجلى على عباده في أبهى الصورة يحل عليك رضوانه سبحانه وتعالى رضوانه فلا يسخط عليك أبدا انتهى لم يعد هناك خوف لم يعد هناك حزن لم يعد هناك قلق ستعيش السعادة الكاملة خالدين فيها أبدا إلى ما شاء الله هنا أخي الحبيب يجب أن أبحث أنا وأنت الآن عن الأشياء التي توصلنا لهذا الموقف كيف نضمن أن نصل إلى هذا الموقف في الجنة أن يتجلى علينا الله ويسألنا هل رضيتم ثم يحل علينا رضوانه سبحانه وتعالى أنا اليوم سأبحث عن الأشياء التي ترضي الله وهي أشياء بسيطة جدا ربما لا تتصور وربما تتصور أخي الحبيب أن الله عندما يتحدث عن المتقين يتحدث عن عالم آخر الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام وعالم آخر عندما يتحدث عن أصحاب الجنة عالم أصبح لدينا انفصال حقيقة بيننا وبين القرآن لا يا أخي القرآن يتحدث عنك القرآن يتحدث عنك أخي الحبيب التقوى لا تتطلب منك هذا الجهد الكبير تتطلب منك محبة لله أولا فإذا أحببت هذا الإله العظيم لابد أن تبحث عن الأشياء التي ترضيه ما هو الشيء الذي يرضي الله أول شيء وأهم شيء الإخلاص أن تقوم بالعمل لا تبتغي به إلا وجه الله لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه أحد الأعرابين وقال يا رسول الله أوصني ولا تكثر النبي هنا أراد أن يعطي كلمة واحدة فقط اختصر له الدين بكلمة هي الإخلاص قال له أخلص دينك أي عبادتك أخلص دينك لله يكفك العمل القليل إذن القضية كل واحد يستطيع أن يطبقها أنا مثلا أريد أن أقوم بعمل معين بدلا من أقوم بهذا العمل ابتغاء فلان أو ابتغاء مصلحة معينة لا أنا أقوم به ابتغاء وجه الله فقط تغيير للنية تغيير لأسلوب التفكير فقط الإخلاص ما الذي يحدثه في حياتك الإخلاص يحدث تأثيرا كبيرا جدا يبعدك عن العلاقات المادية القائمة على المصلحة والتي تنتهي بانتهاء المصلحة يجعلك تبدأ علاقات قائمة على حب الله لذلك المتحابون في جلال الله يوم القيامة تجدهم أو تراهم على منابر من نور هؤلاء الذين يحبون بعضهم ابتغاء مرضات الله حب في الله أستطيع أن أقدم خدمة لشخص معين ولا أطلب منه لا كثير ولا قليل ابتغاء وجه الله ما الذي سأخسره لا شيء أنا قادر على ذلك أطعم فقير ابتغاء وجه الله لا أريد حتى كلمة شكرا لا أريدها أطلب الأجر من الله هناك مشكلة بين زوجين بين أخين بين صديقين أحاول أن أحل هذه المشكلة ابتغاء وجه الله لا أبتغي مصلحة لا من هذا ولا من ذاك في تجارتي عندما أبيع شيئا أعتبر كأنني أبيعه لنفسي أنصحه أقول له لا هذا فيه مشكلة هذا الجهاز فيه مشكلة هذه السلعة الأفضل أن تأخذ هذه أنصحه أعطيه سعر مناسب لا أغشه لا أخذ أصبحت تجارتك لوجه الله لاحظت اليوم لا أحد يطبق هذا الكلام أخي الحبيب صدقني أنت عندما تعمل كل شيء لوجه الله هذه هي السعادة الحقيقية أما عندما تعمل كل شيء ابتغاء المصلحة والمادة والأموال أنت أصبحت عبدا للدنيا لا يمكن أن تكون سعيدا فإذا السعادة تأتي من خلال مرضات الله فعندما يؤذن لوقت ما هناك كثير من الناس يقوم للصلاة خوفا من عقاب الله أو خوفا من يعني يقول لك أنا إذا لم أصلي سأكون كافرا أو سأعذب أو سأكون من الذين يصلون سقر والعياذ بالله قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن المصلين فإذا الخوف يدفعه للصلاة لا الخوف موجود ولكن أنا أريدك أن تقوم للصلاة إرضاءا لله هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله فقط لأنه يخاف من العذاب يعني لو أنه أمن العذاب لا يعبد الله لا يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على إرضاء الملك سبحانه وتعالى فأنت كن حريصا على إرضاء الله عندما تبر والديك تذكر أنك تقوم بهذا العمل من أجل الله وليس من أجل البشر وليس خوفا من السمعة أو خوفا على سمعتك أو كذا ماذا يقول الناس عني لا أنا أبر والدي ابتغاء وجه الله عندما أقوم للصلاة أنا أرضي الله حبا في الله إله أعطاك كل شيء ورزقك وأعطاك وهيأ لك السمع والبصر ونعم كثيرة والصحة ألا يستحق هذا الإله أن تسعى لمرضاته فأنت إذا سعيت في الدنيا لمرضات الله ستحقق أسباب السعادة الحقيقية في الدنيا والرضى في الآخرة يرضى الله عنك ويحل عليك رضوانه فلا يسخط عليك أبدا وبالتالي أخي الحبيب رضى الله لا يتناقض مع التمتع بالحياة ولكن أنا بدلا من أن أتمتع بالنظر إلى ما حرم الله أنا أتمتع بالنظر إلى القرآن هذه متعة بدلا من أن أستمتع بالأغاني السماع للأغاني والموسيقى أنا أستمتع بالاستماء لكلام الملك سبحانه وتعالى لكلام الله الذي يدخل القلب وتخشي يعني الجلد يقشعر من كلام الله تشعر براحة نفسية والله لا مثيل لها لذلك مثل هذه المقاطع الدعاوية آية قرآنية إعجاز علمي تفسير لطيف لحديث نصيحة فيها علم نافع ساهم في نقلها اليوم سهل عبر الموبايل يعني سهل أن تشارك هذه المواد وتنشرها لأن الملحدين ينشرون الشر ينشرون الاكتئاب ينشرون الخوف بين الناس إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه ينشرون الشذوذ الفاحشة ينشرون عقوق الوالدين إلى آخره ينشرون تمرد الزوجة على زوجها تمرد الأبناء على آبائهم فأنت بالعكس أنت أنشر أي علم نافع ساهم في نشر هذه دعوة إلى الله ومتعة لذلك أبواب الخير كثيرة جدا وأن تستمتع بالحياة وترضي الله أمر بسيط أخلص دينك لله يكفيك العمل القليل أي عمل تريد أن تقوم به قم به لوجه الله فقط هذه النقلة خلال ثانية تستطيع أن تغير حياتك بها أنا منذ هذه اللحظة تجارتي سأجعلها لله دراستي سأجعلها لله تعاملي مع الناس سيكون من أجل الله إذا آذاني أحد سأعف عنه من أجل الله فمن عفاه وأصلح فأجره على الله وهكذا كل علاقاتك وكل حياتك ستتغير وسوف تستمتع بهذه الحياة وترضي الله في نفس الوقت نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا إن شاء الله إلى لقاء قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق